بغض النظر عن التفاصيل اللي بتتعلق من المرشحين كأشخاص وكبرامج فأنا شايف الحقيقة لما بتكلم على إنها يعني مسألة المشاركة مسألة وطنية إنها مرتبطة بالدولة الدولة كل فترة كده محتاجة جرعة منشطة الانتخابات هي أحد هذه الجرعات المنشطة فالخروج للتصويت أيا كان المرشح اللي هتختاره وأيا كانت توجهاتك أو تفضلاتك السياسية أعتقد هي تعبير عن إنك مؤمن بالتغيير اللي خصل في 30 يونيو ومؤمن بدولة 30 يونيو وتريد للدولة أو لدولة 30 يونيو أن تستمر دولة 30 يونيو زي ما قلنا كان هدفها تحقيق الأمن والاستقرار وأنا لو عايز أحط يعني عنوان للمرحلة القادمة مرحلة ما بعد الانتخابات أيا كان المرشح اللي هيفوز فيها أنا أعتقد عنوانها يجب هو الحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق المزيد من الإصلاح الحفاظ على الأمن والاستقرار هدف أساسي وأنا أعتقد هدف كل المرشحين وهدف كل المصريين ووصلنا لهذا الأمن والاستقرار يعني بعد اكتياز تحديات ضخمة جدا سواء الأمن في مواجهة الإرهاب أو الأمن بمعناه الواسع فبالتالي الحفاظ على الأمن اللي تحقق وده الحياة ببنش ببلغة يعني ده نعمة كبيرة جدا بتتمتع بيها مصر يعني زورت العديد من الدول العربية اللي مرت بظروف قريبة من اللي مرت بيها مصر ولكن للأسف يا إما يعني ما تزال في حالة عدم استقرار أو أنه التغيير اللي حصل فيها أيا كان دوافعه أدى إلى انهيار الدولة وفشل الدولة فمسألة الحفاظ على الأمن والاستقرار أعتقد هدف كل المرشحين وشيء يعني أو نعمة لابد أن نحافظ عليها